أهلا بكم وهذه الفقرة الثانية من حدوتة مصرية والتي خصصناها للكاتب والروائي حسين عبد الرحيم والذي حصل على جائزة في الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2017 بنرحب أساس حسين ألم بعد رضا أهلا بك أسر مفوك الجائزة ولو أن تصريحك غريب شوي أساس حسين يعني لما تقول أنها كنت تتوقع الجائزة عام 2007 2007 وليس شخص الثالث المجموعة الفائزة بالجائزة شخص الثالث لم تكن تتوقع لها الجائزة حقيقي لماذا؟ هم كلهم أعمالي وكلهم أبنائي بس كنت بتمنى أن تتبع المستبئي أو عن زم إن لأنها أقرب للعالم اللي أنا بكتب فيه يعني أقرب لعلاقة بالكتابة علاقة بمكاني علاقة بحياتي بسرطة ذاتية بشخصيات بأمكانة بأحداث كانت المسألة أكبر وأعلى وأمتن في مستبئي وفي زم إن هل الكاتب علاقته بأعماله بتختلف عن رؤية النقاد؟ بالتأكيد يعني من وجهة نظرك كيف رأى النقاد شخص ثالث وكيف قيموه؟ هي حقيقة كان موضوع كله في غيات الغرابة على رأي الدكتور شاكر عبد الحميد الجميل يعني في شهر ثلاثة شهر مارس 2018 جالي دعوة من مكتب تسكندرية في مختبر السرديات لمنقشة العمل فوجيت إن فيه احتفاء غير عادي بشخصي وبالكتابة وبتجربتي في السينما وفي المسرح وفي الداع وفي القصة وفي الاعداد السينمائي أو درامي وفجأت ان فيه ثلاث نقالات عن المجموعة في ثلاث ايام وفجأت ان فيه دعوات ملحة جدا فيها إلحاح للتحدث عن سيرت الزتية فأنا كنت مندهش ومن هنا أمنت أنا كنت مؤمن بشكل ما يعني لكن بشكل نسبي ان كل شيء فيه نسبة كبيرة من الحظ أو قبل الحظ للقدر والأول مرة أقولها رغم كل الأيام اللي فاتت اللي أنا اتكلمت فيها في حوارات صحف مختلفة حزبية ومستقلة أشعر ان هو سمى التشجيع لعلاقة بالكتابة والفن والسينما 30 سنة يعني هو ده اللي حسستني بالنشوة مختلفة كل الاختلاف عن استقبال لأي خبر مفرح ما استقبلتش أي أخبار مفرحة في حياتي من سنة 89 وللشيء الغريب جدا أن أنا قبل إعلان النتيجة كنت بعد أوراقي أن أنا أغير في مصاري عشان أعرف أعيش بشكل كويس زي ما أنا عايز أعيش بمعنى أنت هيكون في رد فعل على علاقة بالكتابة علاقة بالسينما أنا عرفت عشرات يعني ستة سبع أجيال فيما يخص في علاقة بالسينما وبالتمثيل وبالإخراج بداة من نوسف شهين وكمال عطية وعطف سالم وحسام الدين مصطفى وارتبطت بهم بعلاقات حميمية وعملت عنهم شغل وتكلمت معهم وتبنوني في موضوعات وكانوا بشجعوني في مسألة الكتابة وعطف الطيب وعلي بدرخان والله يرحمه محمد خان تحدي الانجلي التامينات وكتاب ومفكرين على مدار ثلاث عقود في مسيرة الفن والسينما والأفكار والتاريخ والفن الصورة حتى في مصر يعني فساعدتي ان انا اخدها على مجموعة قصصية كان فيها شيء من الهارموريكا او الانسجام انا ما حستهاش ان هي عن شخص تالت بالقدر ما حسته ان هي عتب اولى فيها شيء من تكريمي لكل ما قدمت ورغم اننا لسه يعني الحمد لله لسه العمر قدامي طويل بس بالفعل اول دورة قدمت فيها كانت سنة 2001 عن عربة تجرية خيول اول عمل اول عمل قدمته لجائزة الدولة التشجيعية يعني كنت قد كده كنت حاسس انه مختلف عربة تجرها الخيول كنت حاسس وانا اسف ان انا بقولها كان في حد بيتكلمني من شهر عشان نضع فيلم وتع عن حياتي او عن الكتابة فاقولت له اذا كنت في حد بيقدم او هيقدم لك اللي انت طلبه مني يبقى فيش مشكلة اي حد يعمله بالشكل اللي انت عايزه وبالشروط اللي انت عايزه لكن انا محدش بيقدم حاجة فيما يخصيني يخص حياتي وعلاقة بالكتابة او السينما او 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 الا انا انا اللي هقدمها انا اللي بعمل ده فانما كنتش انا اللي هعمل ده فعربة تجرية خيول كان فيه خلاف وكان فيه اختلاف في مسألة الكتابة في استحضار التاريخ اتكاء على التاريخ الحدث بتاع او جينيه وحفر قناة السويس كان فيها شكل من اشكال ززحات التسمية واقعية سحرية فيه طيار لوعي وكان فيه ناس كتير من النقاد والكتاب والشعراء كان اولهم الشعر محمود قرني كان كتب من غير ما يعرفني وكتب عنها اكتر من واحد وعشرين مقال حتى من مجيلية يعني مرادة التحاوة كتبت عنها الشعر احمد الشهاوي الدكتور فاروق عبدالوهاب كتب عنها اللي كان استاذ الادب العربي في جامعة شيكاغو الدكتور مصطفى الضبع قاسم مسعد عليوة الدكتور صراح السيروي استاذ سعدي قفراوي استاذ ابراهيم عبد المجيد الاستاذ خيري شالب اللي هو نشارها وتحمس ليها من غير ما يعرفني لانه قراها من خلال ابنه اللي هو زين خيري او بهاء في بيته وهي مخطوطة فأتكلم من استاذ ابراهيم عبد المجيد قال له العمل ده يتنشر لان العمل ده مهم قابلت بقى كال الدكتور الادو عشور اللي ارحمها قالت لي انا اديتك صوتي والاستاذ خيري اديك صوته في جهزة الدولة التشجية لكن هناك بعد الاراء شافت ان العمل متشزي اكتر من اللازم كان ساعتها التشزي مش موضة كانت البدايات اه يعني اصل التشزي ده كان شر بعد كده كان اصبح سمة من سمات الكتابة هو عشان حضرتك انا بعرفك كويس وتفهم كويس جدا جدا في اللي انت بتتكلمي فيه احنا دايما بنستقبل المصطلحات بعد ما يكون عد عليها عقود يعني حتى الطيار اللوعي يعني لسه ايه لده من 3 ا4 ايام في الازاعة في البرنامج الثقافي ان اقلان روبجري كتب كتير في منطقة اللوعي كتب كتير في منطقة مش نصوص قصة او رواية وبس لا ده عمل سيناريوهات كمان وقعدها للسينما بالاتفاء ونفزت من خلال مخرجين فرنسيين فاحنا استقبلنا مسألة الواقعية السحرية او مسألة التشزي بشكل متأخر كالعادة زي ما استقبلنا الانفجار الروائية زي ما استقبلنا الحداثة زي ما استقبلنا ببعض الحداثة المشكلة عندنا في كل حاجة ان احنا دايما بنستقبل المسألة المتأخر وده بتختلف من زمن لاخر يعني في العشرين ثلاثين سلفاتهم مسألة مختلفة فيما يخص التعاطي ما بين الثقافات والثقافة الاخرى ما بين المصطلح والمصطلح ما بين التراكم والتراكم احنا عندنا التراكم لكنه مش مجمع التراكم ثقافة ومعرفة وسينمائي وكان فيه عندنا خصوبة غير عادية بداية من القرن 19 الوقت ما عادش لها وجود لان ما فيش وعي بمسألة ان لابد ان يكون فيه تراكم ايا كان التراكم من كان هذا التراكم بياخد شكل كلاسيكي بياخد شكل حداسي بياخد شكل ما بعد حداسي مشكلة عندنا في مسألة الاستقبال ومسألة التراكم على اساس ان يبقى فيه بناء كامل فيما يخص مفاهيم الابداع والفنون يميل يعني الشكل الروائي هل يشغلك قبل الكتابة يعني واضحنا حضرتك على دراية بالتنظير الادبي والنقد الادبي هل بيشغلك الشكل الادبي ام ان الشكل وليد الكتابة واللحظة بالزبط لا هو مش وليد اللحظة هو وليد شكل الكتابة والاحداث والموضوع والمكان يعني كل حدث ما او كل هم ما في الكتابة بيصنع لغته بيبقى فيه وعي وعي غير عادي كمان بيبقى وعي لدرجة الحزاقة يعني وانت بتكتبي بتبقى مدركة ده وخاصة ان انت اطرقتي العتبات او الابواب بتاعت النظرية في الممارسة او في الكتابة قبل ما تكتبي بيبقى فيه وعي بده وده هو اللي بيسبب العصادية في وقت الكتابة بيسبب العدم مش عدم التركيز بيبقى فيه نوع من اللهس يعني انا مثلا رواية عربة تجارة قولي انا كتبتها في 17 يوم ده نفس واحد وقابلني الكاتب وحيري الطويلة اللي فيه صداقة ممتدة من نهاية التمينات او من اول التسعينات قال لي انا عادي اسألك سؤال مهمة جدا فقلت له تفضل قال لي الرواية دي نفس واحد مرة واحدة قلت له حقيقي قال لي رجعتها قلت له ما رجعتهاش رجعتها لغوية يمكن في ساعتين لكن هو من اول ما بدأت الكتابة الغات لما انتهت الرواية في 17 يوم كنت مخلص العمل لانه كنت بفكر فيها ويمكن ده شكل من اشكال الجنون شوية ممكن يكون مرتبط بيها انا ليل ونهار بفكر في الكتاب والشيء الغريب جدا ان انا مجرد ما بنام لو نمتي يعني كل حاجة بفكر فيها لاني برتبها في اللوعي وده ما بتخلص منه وقدرش تخلص منه لان انا مش بنظر للمسألة بقدر ما هي حقيقة ما فيش انفصال ما بين الوعي ولا وعي في مسألة الكتاب في حالة عمل مستمر بالزبط كده فهي بتفرد نفسها المدرسة او الشكل او الفورمو بيفرد نفسه من خلال الموضوع الموضوع او الموضوع اللي انت بتتركيه واللي بتتكلمي فيه او اللي بتكتب عنه خاصة اذا كان المكان قريب جدا لروحك وفي عربة جوريا خيول كان مكان خرطب في بورسعيد مكان كان محتويني بشكل ما لغايت فترة وانا عندي 18 سنة بعد كده خرجت من بورسعيد شبه مطروض برغبتي بشكل واعي جدا لاني ملقتش نفسي في بورسعيد بعد حصل اللقاء بينه بين مساعد ساعد عبدالخلق اللي هو مساعد رئيس تحريج الوافد في الوقت ده فقال انت لازم تيجي القاهرة لان انت بتكتب كويس فلازم تيجي القاهرة كان هو بيتكلم في الوقت ده عن علاقة بالفن التشكيلي والكتاب عن الفن التشكيلي والصحافة والمقال وكانت من هنا الامطلاق ان انا جيت القاهرة سنة 89 بشكل مستقر جدا لغاية هذه اللحظة اللي أنا فهمها حضرتك يعني برضو عايزة اسأل حضرتك هل الدفقة الواحدة اسلوبك في الكتابة ام في اول رواية فقط لا هي بتختلف يعني والرد على ده وقت في رواية شغال فيها بقالها دلوقتي اربع سنين مش عايزة تنتهل يا بارتوماس موضوع مختلف بارتوماس بارتوماس اللي هو في الزمالك مكانه اللي هو جاء من خلال اول مشاهدة لها الفيلم جريمة في الحيل هذي للمخرج العظيم الصديق الجميل حسام الدين مصطفى بداية كلمت عن اعماله الوجودية او اللي كان فيه الواقعية الوجودية في الطريق والشحاز وكانت بداية المعرفة بيه سنة التسعين ومن هنا بدأت العلاقة التطور ما بينه وبينه كان فيه زيارات للبيت وكان فيه اطلاعات مستمرة على كتاباتي لا اكتب هنا كمل هنا يعني هنا انا عجبني الاتموسفير او عجبني الحالة بتاعت جريمة في الحيل هذي وارتبطت ببرتوماس وجيت اول ما جيت القاهرة في خمسة وتمين او اربعة وتمين كنت بدور على بارتوماس ده فيه وبعد كده احنا كنا بنقعد انا عو حسام الدين مصطفى في بارتوماس ونتكلم في التفاصيل بتاعت عالم نجيب محفوظ وبالتالي الرواية اللي انشغال فيها دلوقتي اللي مختلفة كل الاختلاف عن مسألة الضفقة الاولى اللي حضرتك بتكلم عنها في عرب تجراخول مختلفة في بارتوماس الوعي بيزيد الوعي بختلف المسارات اللي بيبقى فيها نوع من الرجرجة من عمل لعمل من خبرة لخبرة من احساس بالزمن احساس بالمكان احساس بالتفاصيل بتختلف من عمل لاخر وبتهالي ده مش بالنسبة لي بالنسبة لناس كتير يعني كل كاتب وكل عمل له قصته الخاصة بالزبط ده جميل شخص ثالث هي يعني احتفاليتنا بيها النهاردة يعني العنوان يعني عادة ان الطرف الثالث الشخص الثالث هل ده المعنى ولا اه هو مش الطرف الثالث هو مش الطرف الثالث لكن هو الشخص الثالث هو كان فيه هاجس مستمر يعني فيه الحاح على الزاكرة ولقيت اللحظة دي اه انا شايف ان في تطابق كتير ما بينه وبين ابويا في حاجات كتير في حياته وبين ابويا وبين جدي فشوفت ان الثلاثة موجودين بشكل غريب جدا في حياتي في افكاري في احلامي في لا وعي انا بحبك جدي جدا اللح هممكن اكتر من ابويا علاقتي مع ابويا كانت علاقة معقدة جدا علاقة فيها شراسة في هذا كان فيها حاجات كتيره ما كانتش حاله ولكنها مهمة جدا هي اللي صلعت من هذا العالم فالشخص الثالث انا كنت ببحث عن شخص ثالث بعيد عن ابي وجدي وشخصي وفي الاخر طلع الشخص الثالث ده متوزع على الثلاثة هل الشخص الثالث ده هو حسين عبد الرحيم ولا حسن عبد الرحيم ولا محمد حسن عبد الرحيم اللي هو الجد ومن الحاجات اللي اسعدتني جدا جدا من اسعد لحظات عمر اللي ما اطلعت على التقرير بتاع لاجنة التقييم او التحكيم في جهزة الدولة التشجيعية اللي هو ارتباط العمل ده رأي دونه الدكتور حسين حمودة ارتباط العمل بالهجرة والغربة والتهجير بكتابة مروغة لا تبوح ولا تصرح يعني ده شيء يؤكد اللي انا اتكلمت فيه مع حضرتك من شوية انه هو في لحظات كتيرة جدا وقت الكتابة بتبعيد عن مناطق الوعي ومش بقراتك وده حقيقي ناس كتيرة ممكن تكتب بشكل تاني بطرقة تانية بشكل في وعي مش عارف ايه زي مثلا لما نجي تكلم عن علاقة المخدرات بالكتابة احنا طبعا الوقت بنتكلمش عن مخدرات لكن هي حالة الطوفان او حالة التقليب في الزاقرة علاقتك بنفسك ان انت كل شوية بتتسأل بينك وبين نفسك اكتر ما تتكلمي مع الاخرين انا من نوع الخجول جدا جدا وفي نفس الوقت بحب الناس لكن بقره الزحمة مثلا بقره الكلام الكتير بقره بقره بس كان فيه دايما فيه تساؤلات فيما يخص هذا النصار اللي هو شخص ثالث انا ابن مين ابن ابوية ده اللي هو لسه انا مش عارف اذا كان هو ربنا سبحانه وتعالى يتاول في عمره هو لسه عايش يعني هو بلغ التسعين باكتشف كل شوية مع كبارين ان انا في حاجة كتير مش قادر اتخلص منها جدي حاجة تانية كل حد يحكي لي غير اللي انا شفته عن جدي وعن ابوية انا شفت ابوها في حيواتي يعني شفته مثلا ابوها كان مستبقي في برصاي بذاتا من سنة تمانية واربعين وقعد في سبعة وستين وثلاثة وسبعين وقعد لغاية خمسة وسبعين ستة وسبعين فبور سعيد من خلق شمان فليت نفس ان انا بعيش نفس التفاصيل فيما بعد وخاصة في العقد الثالث من عمري العنف العصبية الشئ ونقيده يعني الحزن والفرح البهجة السكون الصمت الخوف عدم الخوف البوح يعني فيه اشياء كتيرة جدا في غاية الغربة في اشياء متنقدة جدا موجودة ان الواحد احيانا ممكن يكون بيدحك وفادئة تبصت لاقي بيبكي بيختمل المشهد اذا صحت التسمية يعني فنيا يعني وتلاقي نفسه بيبكي مش عارف في ايه بالزبط يعني فهو كان شغل الشغل في منطقة كتابة الشخص ثالث هي البحث عن نفسي والبحث عن ما يخصني يعني في ما يخص جدي وابويه وما يخصني من داخلي يعني ربما هذه اجابة عن لماذا تحتل رواية المستبقى اهمية خاصة عندك يعني هل ده لان هي فيها كل فيها كل المواجع معنى انا محبش الكلمة هي فيها كل التفاصيل هي فيها 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 كل الاشكال اللي شكلت حسين يعني يعني فيها البرح فالاحلام فال لان انا كنت بأحب انا كنت دايما كان بينتمن احساس بان انا عايز اخرب وعايز اهرب حتى هذه اللحلة بيديق المكان كل ما الوعي بيزداد كل ما الواحد بيديق المكان بيه فعلا اه اه قوة الحتس مشكلة ان انت تبي ازكي اكتر من نازم مشكلة تانية بتحديد كويس قوي قوي انت الاخر اعاز ا اي منك ده تلاقيك بتتعذب جدة من شيكه بجلد بجلد وهي كانت البداية حتى في الموضوع بالقراءة من صغري اريت وابريت كافكة هه لغاية من شهرين continuات لما اريت لي المرة التانية ourении الهركم وراكامل اللي هو الياباني اللي هي المسألة برضو هي نفس أشبه بعصبية أو سرع يعني فيه سراع ما بين نفسك ومش آخر واحد يعني بحس أن الواحد أنا بتكلم عن نفسي مش جواية واحد يعني والله العظيم يعني فعلاً مش جواية واحد يعني زي أنت في لحظة من اللحظات أنا طبطب على بنتي وبتاعه وبعدين فجأة لما تعمل حاجة مش كويسة فحس أن أنا عايز أعطيح بيها دي دي مشكلة دي عايزة محلل فيما يخص الأدب وقبل الأدب فيما يخص الحقيقة والتنشئة والتربية والسلوكيات يعني فرويد كان له رأي أن الأدب الأدب يعرفونه في الطب النفسي أكثر من علماء النفس ده نقطة مهمة ده فتح أقول لحضرك على حاجة فرويد وفيه حد تاني أهم اللي هو يونجا يتكلم في حاجة مهمة جداً اللي هو في فترة بداية القرن التسعة عشر كانت توضع النظرية النفسية أو النظرات السيكولوجية بناء على معطيات النص بمعنى يعني إحنا لو استحضرنا الحالة بتاعة ديستوفيسكي أو حالة كافكا في المسخ مثلاً هنكتشف أنه بيشرح حالته هو بشكل ذاتي أياً كانت النسبية أو النسبة اللي موجودة في مسألة التشريح بتاعة الحالة وبالتالي بعد كده تتحول لمسطر يؤخذ بيها أني دي حالة ويقاس عليها بعد كده يقاس عليها يعني بعداً عن كافكا نموذج نموذج بعداً عن كافكا وبعداً مثلاً عن نهاروك الموركامي أو مثلاً سراماجو المسألة بتتفرتب بقى ده بيبقى فيه كم أكبر من مسألة العصبية التركيبة ده الحشو ده حد تاني بتخفى عنده الحدة دي حد تاني بيبقى منظم وريق في مسألة الكتابة يعني زل الأستاذ ناجيب محفوظ مثلاً لكن هو فيه فيه استلاد للمعاني فيه استلاد للأفقار فيه متون ما هو أو هم شغلوا الشاغل في مسألة الكتابة تختلف الحالة من ناجيب محفوظ لسراماجو لهروك الموركامي لبول أوستر لكونديرا تختلف وتختلف الأولويات وتختلف التركيبة النفسية والحسية وعلاقته بالمجتمع وعلاقته باللي حواليه واللي بيشاركه حياته علاقته حتى هو بليله وبنهاره وبنفسه يعني دي وجهة نظر من خلال نفسي مش من خلال يعني واضح أن حضرتك بتكتب اللي تكتشف ذاتك يعني من خلال إجاباتك دي حي يمكن يعني هذا يعني بورسعيد واضح أنها بتحتل يعني روحك مش مجرد كتابها يعني في شخص تالت عبارة عن أشخاص القصص عبارة عن عناوينها عبارة عن أسماء أشخاص أسماء الأشخاص دول حضرتك ولا برضو قصص مختلفة يقرأ يبقى شوية لكنها كان فعلها من أكبر في مسألة النوستالجيا مش برضو تتبعا للموضة لا هو فيه حنين وده شيء بيهمني جدا جدا يعني عشت مع ناس كتير قوي في فترة الهجرة وكانت فترة غربة وما زالت الغربة لكن الوقت بتاخد شكلي تاني يعني بتاخد شكلي تاني أكثر وعي وأكثر أكثر إشكالية ملتبسة للمسألة لكن في الوقت ده وقت فترة الطفولة وفترة الصيبة أنا حسيت في فترة من الفترات بعد العشرين من عمري أن الناس دي قدمت لي أشياء كتيرة وأولها الحب مثلا أنا ما كنتش أعرفهم غرباء يعني أنا أفتقر مثلا في نص من نص الشخص الثالث اللي هو قصة عوض أو سامرة المانجو في عبارة فيها أنا كاتب طلات الأمنة من عمر الغرباء أنا لما كنت بامشي بالليل لما كنا بنروح والدي كانت تاجر فاكهة فأنا كنت أسافر معهم في عربيات نقل أو عربيات نص نقل أو عربيات بجوب أشوف الناس اللي أنا ما أعرفهاش كانت ببصي بشكل فيه أدمية وشكل فيه حنوة وشكل فيه رحمة مش موجود دلوقتي حتى الناس اللي كانوا شاكنين جنب مننا رغم أننا كنا مهجرين وكانوا بتعاملوا معنا بشكل فيه فزازة غريبة جدا لكن برضو برغم أن كل ده كانوا بيحبونا مش بيعطفوا علينا يمكن إحنا كنا مبهجين في تركبتنا كشعب برسائي تحديدا بعد عن مدن القناة مختلفين شوية مختلفين فيما يخص علاقتنا احنا بالثقافة بتاعة البحر المتوسط فيما يخص اللبس فيما يخص طريقة الكلام فيما يخص الحكي فيما يخص علاقتنا بالناس فيما يخص الدفع في القاعدة فيما يخص المجالس فيما يخص الحكي فيه شعوب أو مدن داخل مصر بتختصب مسألة الحكي ومسألة الدفع الإنساني فالناس دي ما كانتش تعرفنا لكن برغم من كل ده كانت بتزل حياتي بشكل فيه نور وفيه جمال فكان يعني أبسط شيء إن أنا أقدم لهم أشبه بتحية تاخد طور أو تاخد شكل فني تاخد شكل إبداعي في الكتابة هل من هدافك في الكتابة توثيق التاريخ الاجتماعي لمدينة بورسعيد والهجرات التي حدثت؟ ما فيش شك ده ده الغاتي الوقت الغاتي اللحظة طيب فيه أسئلة كتير يعني كشخص من الخارج يعني المهجرين من بورسعيد تم تحجيرهم في قرى ومدن هل كانت هذه الهجرات مدروسة يعني خاصة إن كان فيه معاناة كبيرة جدا إن المجتمع المصري حساس جدا ناحية الغرباء حساس جدا ناحية ريف ومدينة فده يعني هل ده كان مدروس وطبعا ده يخلق دراما كبيرة جدا لا على النقيد تماما ما كانش مدروس يعني هقول لحضرتك على حاجة كيف كان يخرج المهاجر؟ يعني أنا فاكر كويس وده على فكرة برضو موجود في الرواية اللي أنا بشتغل عليها اللي زاكرتها من شوار اللي هي برط ومصر اللي هو المشهد اللي ما بيروحش من زاكرتي بالمرة إن أنا شايف والدي أو أبويا قاعد على عربية في السندوق بتاع العربية عربية بيتفورد عربية بيتفورد أمريكي قدام اسم المينة بورسعيد واسم المينة ده معروف يعني حتى جاف أكتر من فيلم منه فيلم المشبوه ومنتظر منتظر إذن بالخروج من بورسعيد طب هيروح على فيه وفعلاً إحنا عدنا يوم واثنين وثلاثة وطبعاً كان فيه قرارات من الدولة بعيداً عن قرار الرئيس الرحل محمد أنور السادات إن الناس دي لازم تهجر وتبقى في أماكن أمينة لكن هو التفاصيل تفاصيل البنية الاجتماعية والسياسية في مصر أو المحلية أو التنفيذية كان بعيداً كل البعد عن مسألة الاستقرار وبالتالي هو مش يبقى فيه فرد قوانين على الآخرين في منصورة أو في طلخة أو في الجمالية أو في البصرات كانت المسألة في غاية الألم يعني إحنا أول ما رحنا أول ما هاجرنا هاجرنا على البصرات فقعبنا في مدرسة نمنا في مدرسة كان في الوقت ده كانوا بيضهم للمهجرين من حروسي كنا ندخد بطنيتين أو تلات بطنيتين وتارباً ستة جنيه كنا بننتظر كل شهر رجم أننا كان والد ميسور الحال وكان تاجر وهو وهو لكن في وقت ورده كانت المسألة أنتوا في مكان مش مكانكم فكانت بيبقى ما بين كل أسرة وأسرة ملاية متعلقة على حبل حبل غسيل فما بالك بقى بهذه الأشكال يعني إيه اللي أنت منتظرها من انتهاكات أو من محاولات لتعريض أخواتك أو 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 وده حصل بشكل بشع تحديداً في الأيام الأولى إحنا طبعاً ما وجهناش ده ليه طبيعة تركبة أبويا الشكل من أشكال الحماية الناس اللي كانت موجودة معنا المداد اللي هو عم كان ييجي خالي كان ييجي الناس اللي هما موجودين معنا عارفين النبوية عصبي عارفين النبوية مجازاً يعني قوي جداً ممكن يمثل لهم تهديد في مسألة أنهما يشتبكوا مع بعض أو أو لكن الناس كتير تبهدلت و الناس كتير اخترت النهاء بعد كده لما رجعنا في 75 و 77 الناس تقعد إنك ما جيتش في ناس ما جيتش في ناس ما رجعتش برصائية في ناس قعدت في المنصورة ويمكن من أكثر المدن اللي أنا حبيتها وعشقتها وعشقت ناسها وشوارعها ورحتها وكل اللي أنا عشتي فيها من أماكن كانت دهلية أو المنصورة لإني فيها ناس طيبين ويمكن أكثر المدن اللي تعاملت مع المهجرين بشكل إنساني جداً وبشكل رائع كانت محافظة الدقالية تحديداً في طلخة والمنصورة والقرى المجورة ولكنك لم تنتهي من الترحيل يعني حياتك كلها تنقلات وهذه التنقلات ظهرت في كتاباتك صدقيني هقول لحضرتك على حاجة أنا لقيت من يومين كنت دايماً أنا كنت قريب جداً للأستاذ إدوال خراط إدوال خراط موليد في اسكندرية وحب كتابته وعرفته أكثر من 25 سنة وكنت بروح لبيته في الزمالك وكذلك دوستاذ برمى عبد المجيد يمكن الطبيعة بتاعت البني آدم أو الشخص اللي هو مرتبط بثقافة البحر بتبقى مختلفة شوية ده كان موجود عندي إدوال خراط موجود عند برمى عبد المجيد برمى عبد المجيد صرح مرة وثنو ثلاثة قالك أنا لم أتصالح مع القاهرة من سنتين ثلاثة اسكندرية وعظمهم كده كل المرتبطين بثقافة البحر لأن ثقافة البحر مختلفة عن ثقافة النيل إدوال خراط قال لي كان لغتني النهاردة وهو حتى ماشي في الزمالك بعد 20 سنة قبل ما توفى ب4 أو 5 سنين ما زلت بشعر بالغربة ولا أجد نفسي إلا في الأسكندرية أنا من يومين لأول مرة كنت أحس أني أنا متصالح مع القاهرة اللي هي أقرب مكان لروحي اللي هي قلبي قلبي وطني بكل كل تناقضة التلفية كل القبح وكل الجمال لكن أنا مؤمن إيمان راصخ جدا منذ الميلاد إن ده أهم بلد في العالم سبب التصلح ده أستاذ حسين سبب التصلح إن الحياة بدأت تديني جزء من تعبي ومن معاناتي أنا بكتب من وانا عندي 12 سنة الوقت عندي 51 سنة ممكن يكون شكل ما ببعنش ببعنش طبعا لكن أنا بكتب من وانا وانا ربع ابتداي وكنت بطلع متفوق على طول في مادة التعبير وكنت في الوقت إذا كان عندنا ميستر وميسيو كان في حد بدينا فرنسا وإنجليزة وإحنا في الهجرة برضو كان شكل التعليم مختلف فكنت الواحد بيقرأ طاز بتاز على راحل غالي شكري كان معد بشكل كويس جدا فما التفتش بعد عن الكتابة ولا القراءة ولا السينما من 10 سنين لغاية دلوقتي يعني 41 سنة متى قررت الكتابة يعني ممكن يعني البدايات بتبقى في ابتدائي وإعدادي بس مش كتير بيكمله أول 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 سفر قررت الكتابة بشكل احترافي أول مركبة القطر سنة 86 عشان أروح الجيش القطر الحربي الرجراجة بتاعت القطر ونزولي في محطة مصر في باب الحديد وداشيتي لما شفت الناس وعرفت يعني إيه ترحال ويعني إيه صوت القطبان يمكن عشان كان متأسر شوى بعض كتابات الأستاذ إدوار خراط هي مسألة الهياج مسألة الزلزالة اللي بتحصل للبناء ده انت فين وانت ابن مين وانت عايز تعمل إيه وانت جات الحياة لإيه وموجود بتعمل إيه وإيه اللي ممكن تقدمه وإيه الشيء اللي هو الأبرز بالنسبة لك يعني أنا اشتغلت في كل في سبعة فنون كنت دايماً بسأل يعني حتى الأستاذ لطف الخولي الله رحمه كان يقول لي تعليك إن إنت تختار تكتب تعمل حوارات حلوة مع الكتاب والفنانين والممسلين وبتكتب قصة حلوة وبتتكلم حلوة قوي قوي حتى ده كان كلام برضو أستاذ يوسف شهين ويوسر نصر الله بتاع فعليك إن إنت تختار تشوف إنت هتمشي في أي مصار من دول أنا لغاية هذه اللحظة ما ما ماخترتش مساعد بدا لأنني عشت في ده وأخلصت لإيه وجيت في الآخر في منتصف في إبريل 2018 قلت لابد إن يكون في نهاية للي أنا فيه ما كانش فيه أي تكريم بالمرة ما فيش جهة من الجهات في الدولة المصرية بعتكلف مرة من مرات إلا في عهد الجميل الفنان فاروق حسني لما مسك الأستاذ براما عبد المجيد اللجنة بتاعة الرواية في المجلس الأعلى الثقافة كانت فيه مبادرات شخصية بسؤس خيري شرابي أستاذ براما عبد المجيد الدكتور شاكر عبد الحميد لكن بالنسبة للمؤسسة ما فيش ما فيش أي حاجة لجات اللحظة دي ما فيش أنا كاتب مولود في برسعيد لأجاف مرة من مرات حد في برسعيد دعاني أننا أحضر في مؤتمر في برسعيد ولا حد ده من خلال مثلا هيئة أسول الثقافة ولا هيئة العمل الكتاب إلا من خلال أشخاص بعتز بصدقتهم جدا دكتور هيسم الحاجة علي مثلا غير كده مفيش فكاللابود أن أنا أقلب الصفحة مش أقلب الصفحة أن أنا فشلت أنا متعودش أن هفشل في حاجة ومش هفشل في حاجة وأخذ الموضوع كده من يومة ولدته لازم أنجح في كل شيء حتى الوظيفة اللي أنا فيها لغات النهار ده أنا اشتغل في وظيفة بقال النهار ده 24 سنة المدير بتاع المكان اللي أنا بشتغل فيه قال لي ده أعظم شيء أنت عملته بس ده ما يمثلش أي شيء بالنسبة اللي أنا شايفه حتى على ملامحك أن أنت بحس أن أنت ما بتنامش وفي لحظة من لحظات أحس أن أنا قدام مني طفل وبحس في لحظة من لحظات كنت عايزة أتكلم أكتر عن الأحداث المهمة اللي رسدتها في أعمالك لكن شخصية الغريب في بورسعيد وكونك كتبت عن اسم الغريب في شخص ثالث برضو كيف كان وما رأيك في الصورة المسبقة عن الغريب هو بعيدا حتى على النص يعني هو الغريب كان فيه نص مهم جدا يعني ألبير كام واللي هو بتاع الغريب لكن إذا ما أنا قلت الحرك من سواي هو اللي صدر ده بشكل مرتبط بالثقافة المصرية أو العربية كان الدكتور الشاكر فيه اكترار أو استدعاء المصطلح اللي هو غربة فتغريب فغرابة هي درجات يعني توصل لثمان درجات أو تشعة درجات مسألة الغريب التوحيد له حاجات مهمة جدا فتحة في المسألة دي في كتاب والإشارات الإلهية فالغريب أنا كنت مدرك وواعي في عيون الآخرين إن أنا مش طبيعي ما كانش ده بيهمني أنا مرة من المرات بتكلم العامل بتاع البوفيف جريدت الوفد فوقل له القهوة عم وفوق لي وبعدين طلطت منه القهوة ثانية بعد ربع ساعة وبعدين منها بعد ربع ساعة ثانية فبيتكلم من الرجل اللي معافف بوفيفيه بقول له هاتلي الرجل القهوة قال له سبك منه ده مجنون فنات حكت فجاءت الغربة من إيه الغربة عادي كأنه شيء عادي لأنه نشاف نفسه كويس طبعا بعد كده بقت الغربة في مسائل مرتبطة بالسينما مرتبطة بالأفلام مرتبطة بالنصور ما الغريب ممكن يكون من وجهة نظر أنا هو أكثر تطرفا يعني أنا مثلا لما وأنا موجود في برسلان ما كنتش لسا خارجت كانوا بيصوروا في الفيلم بتاع المسبوح فكنت شاف أنه فيه سمت غربة في أنه يبقى فيه بعض الشخص في أفلام سينمائية أنا بيتمثل مع لحظات كتيرة في حياتهم يعني مثلا الشخصية بتاعت رغم الاختلاف طبعا شخصية منتصر في فيلم الهروب شخصية اسمه إيه محي الدين محسن محي الدين في فيلم اسكندريا ليه كنت قريب أول للمنطقة بتاعت كنت مؤاهل نفسيا لأشياء كتيرة حتى من خلل أسرتي أننا لازم أننا أعمل حاجة أنت الوحيد اللي أنت ممكن أن تعمل حاجة رغم أن هما وكنواش بيقولوا ده بس أنا أنا الوحيد اللي هو في حتة الغربة ده مش طبيعي ده هيجيب لنفسه مشكلة ده مش عارفة فبقيت الغربة أتلمسها شوية بشوية أكتشف إن المسألة بقيت تاخد شكلي طبيعي لما أشوفها مثلا عند فارس في المتاع الحريف ده مش غرابة لا هي خصوصية هي فرادة في الشخصية هي فرادة في التفكير هي حتى درجات من أكتر من شكل من أشكال القتامة الرمادي ما هوش رمادي واحد والأسود مش أسود بدرجات واحدة ولا الأبيض فما بالك لما يبقوا بقى كل لون بتشوفيه على أكتر من مستوه جميل فكرة إدراك التفرد وحماية هذا التفرد ورعايته يعني حضرتك من المحظوظين ربنا يا خليك يعني إحنا طبعا بنشكرك على هذا الحوار وبنهنيك مرة تانية على الجائزة جائزة الدولة التشجيعية ونلقاك دايما على خير الكاتب أشكر جدا وارواقي حسين عبد الرحيم شكرا لحضرتك أشكر جدا مشاهدين الكرام حدوتة مصرية ممتد معكم مع الزميلة حليمة خطاب بعد هذا الفصل شكرا للمشاهدة